فالآن مشاهدين نتابع أهم أنباء المال والأعمال الجولة الاقتصادية ودينا شرف إليك دينا شكرا لك يوزف شكرا لك إيمان والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا موسيقى موسيقى عقد وزير البترول والثروة المعدنية طريق المل جلسة مباحثة مشتركة مع وزير الطاقة الروسي نيكولايش ليجونيف وذلك لبحث دعم وزيدة التعاون المشترك بين البلدي في أنشطة صناعة البترول والغاز وشهد اللقاء استعراض أنشطة الشركات الروسية العاملة في مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز وذلك في مناطق عملهما بالصحراء الغربية والبحر المتوسط كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل وتخصيص يوم ضمن فعاليات القمة لمجال إزالة الانبعاثات الكربونية جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي الذي اختتمت فعالية أمس بالقاهرة وإلى سوق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4.3 مليار جنيه لغلق عند مستوى 720 مليار جنيه و371 مليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10.475 نقطة لارتفع بنسبة 75 من 100% لغلق عند مستوى 10.553 نقطة وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 متساوي الأوزان عند مستوى 2209 نقاط لارتفع بنسبة 75 من 100% لغلق عند مستوى 2225 نقطة كما فتح مؤشر EGX100 متساوي الأوزان عند مستوى 3169 نقطة لارتفع بنسبة 82 من 100% لغلق عند مستوى 3196 نقطة أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان عند التحول في مجال الطاقة بعيدا عن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 عاما مما يستلزم مواصلة الإثثمار في الموارد التقليدية لدماني أمن الإمدادات وأكد وزير المالية السعودي أنه في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي ستة أشهر صعبة للغاية فإن توقعات بالنسبة للدول الخليجية المنتجة للنفط جيدة جدا مع احتمالي أن تظل كذلك خلال سنوات الستة المقبلة مؤكدا أن التعاون العالمي ضروري لتحقيق الاستقرار وأن دول الخليج العربية ستساعد دول المنطقة في مواجهة توقعات اقتصادية شديدة الصعوبة ختم أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى إيمان ويوسف إليكم شكرا لك دينا